بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في الوحدة الثالثة من مقرر طرق تدريس اللغة العربية تتناول هذه الوحدة موضوع خطة الدرس كالعادة فإننا نبدأ بطرح سؤال أساسي يتعلق بالموضوعات الأساسية التي نتناولها في هذا الموضوع نبدأ أولا بمفهوم خطة الدرس ثم نبين أهم الوظائف المتعلقة بخطة الدرس ثم نتناول أهمية خطة الدرس والأشكال المختلفة لخطة الدرس والمعايير التي تستند إليها خطة الدرس عند إعدادها والمهارات التي يجب أن يمتلكها المعلم لإعداد خطة درس جيدة وخطوات بناء خطة الدرس ومواصفات خطة الدرس الجيدة دعونا بعد هذه المقدمة نبدأ في تفصيل هذه الموضوعات وخطة الدرس جيدة